بصت غريب جدا يعني واحد نشره وبيتوزع على المواقع بشكل غريب جدا وعبار عن ايه بيقولك المولد النبوي حاجة من الاتنين طاعة ولا معصية لو قلت معصية انتهى الامر يبقى خلاص لا يجوز طيب لو قلت طاعة هل علم النبي بهذه الطاعة ام لم يعلم النبي بهذه الطاعة طيب لو انت قلت علم النبي بهذه الطاعة حاجة من الاتنين علمها ولا جاهي لها لو جاهي لها يبقى انت بتتهم النبي بالجاه ولو قلت انه علمها هل ابلغنا النبي بهذه الطاعة ام لم يبلغنا النبي بهذه الطاعة ولو قلت ان النبي علمها وبلغ قدامك حاجة من الاتنين يما علمنا بها او لم يعلمنا بها لو قلت انه النبي علمها ولم يعلمنا بها ابتتهم النبي انه تسطر على الرسالة ولو قلت ان النبي علمها وبلغنا يبقى قول هاتو برهانكم انا بقى حمسك في قول هاتو برهانكم حديك البرهان بتاعنا يا صاحب البست الخالي من الوقار والأدب أصلا أنا آسف لأنه أنت ما تقولش على النبي جاهلاها علمها أم جاهلاها النبي ما يتقلش عنها وجاهلاها اللفظ ده ما يقولوش ألا واحد فعلا فعلا متطول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم وقول علمها أم لم يعلمها شوف الفرق ما بين المصطلحين علمها أم لم يعلمها نعم مش علمها أم جاهلاها ما تتكلمش عن النبي بالتعريض هذا بهذه الأسلوب وبذلك الإسقاط لا يجوز أبدا بأي حال محوال المهم اللي عمل البست ده عمل ما يسمى بحاجة في علم النفس اسمها التقطير الإطار نظرية الإطار إيه نظرية الإطار دي أو التقطير الإطار اللي هو البرواز البرواز فبيقولك نظرية الإطار دي إنك إنت تزنق قدام منك في احتمالين ما تخرجوش وما تخرجوش منهم مثلا يعني فيجي لك ضيف تروحين تقيله إيه ها نشرب إيه شاي ولا قهوة علشان تقفل على الضيف طلب إنه يطلب حاجة ساعة خلاص ما أنت قلت له شاي ولا قهوة حطته في إطار فهو هنا بنروح لك إيه؟ طاعة ولا معصية؟ وبعد كده علمها أم جهي لها؟ وبعد كده أبلغنا أم لم يبلغ بيحطك في إطار عشان ما تلاقيش نفسك مزنوق زي البيت الفران عارف بيت الفران اللي بيعوده اللعبة بتاعة الفر لا 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 الكلام ده غير مقبول والكلام ده بيقوله واحد مش مدرك أبدا ولا عارف مقام النبي صلى الله عليه وسلم وحنبدأ من أول تاني حتقول طاعة أم معصية؟ بل هو طاعة إيه الدليل على إنه المولد النبا وطاعة؟ الدليل على ذلك حفاوة القرآن بالمولد هل القرآن الكريم احتفق بالمولد؟ أيها يا فندم القرآن الكريم احتفق بالمولد هي سلام قل هاته منها نقر يلا قل هاته ها انت فاكر حضرتك لو قردت سورة مريم هتلاقي آيتين جايين وراء بعض آية جايين وراء بعض بينهم وبين بعض كذا آية هتلاقي قول الله تبارك وتعالى عن سيدنا يحيى عليه السلام ربنا لما تكلم عن يحيى قال قال عن إيه؟ قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حية مش قال الكلام ده عن سيدنا يحيى؟ في سورة مريم لو كان يوم المولد ده يوم عادي هو القرآن بيذكره ليه؟ ده يوم عادي يعني لو واحد من إياهم دول من الناس اللي بيتزعموا الحركة السلفية في الكلام الغريب ده كان ييجي أو الأصحاب البوس ده كان ييجي يقولك ايه؟ ده يوم عادي لو كان ساعة نزول القرآن يقولك ليه؟ وسلام عليه يوم ولد ايه عادي يعني؟ يوم ولد وعيل وتولد ايه فيه ايه؟ لا كلام ده مش مظبوط فيش حاجة كده فالقرآن بيحتفي بيوم الميلاد لما له من منزل لأن يوم بركة لأن يوم جميل لأن يوم راقي لأن يوم كل خيرات لأن يوم ولد فيه احد المصلحين في هذا الكون أحد الأنبياء يا سيدي ولدوا في هذا اليوم فعشان كده قال وسلام عليه يوم ولده ويوم يموته الغريب نفس الجملة قالها سيدنا عيسى عليه السلام عيسى بن مريم عليه السلام الله بالنص في سورة مريم بيقول ايه؟ والسلام علي خد بالك شاكت تعرف تفرر ما بالتنين سيدنا عيسى عليه السلام بيكلم بضمير المتكلم والسلام علي إنما لما القرآن كان بيكلم عن يحيى كان بيكلم بضمير الغائب والسلام عليه وسلام علي سيدنا يحيى بيقولها من غير أل وسلام عليه إنما سيدنا عيسى بيقول والسلام بأل والسلام علي يوم ايه فندم نقولها تاني والسلام علي يوم ايه ولدته يبقى يوم غير عادي يبقى يوم يحتفى بيه لو ما كانش اليوم دا له وقاره ما كانش القرآن ذكره على سبيل الله التكريم والإنعام والعطاء والمن أنا مش فاهم دول ما بيقولوش القرآن ولا إيه الحكاية أما ليلة بيضاء جدا حاجة عجيبة جدا والسلام علي يوم إيه ولدته ويوم أموت طيب هل الأمر انتهى كده لا طبعا أنت لو حضرتك سألت النبي نفسه حتلاقي أن النبي صلى الله عليه وسلم يا أستاذ يا صاحب البسط ياللي بتشكك في مولد النبي عليه السلام حتلاقي النبي نفسه بيقول عن هذا اليوم أنه بيصومه علشان اليوم اللي ولدت فيه لما سؤل عن سيوم يوم الإسلام قال ذاك يوم ولدته فيه النبي اللي بيقول والله النبي اللي بيقول ولدته فيه يعني النبي عليه السلام كان بيصوم احتفاءا بهذا اليوم عليه السلام القرآن إله طيب ايه تاني فيه ده ايه لما النبي بيذكر يوم الجمعة ما وصله حاجة جن ولا الناس لا بتقرأ ولا بيعملوا حكاية غريبة جدا يوم الجمعة لما ذكروا النبي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه سبب تبجيل وتوقير ورفعة مقدار يوم الجمعة فقال ذاك يوم خلق فيه ادم عفوا ذاك يوم خلق فيه ايه ادم يعني ادم ما تولدش طبعا ادم اتخلق عليه السلام الله انما حدث ان تواجد نبي فيهنة القصة فيهنة الدلالة فيهنة المغزى اتوجد نبي نحتفي ان تنابي وتوجد ده شيء عظيم ما يعديش علينا مرور الكرام العابرين هو ده اللي النبي عليه السلام قاله عن يوم الجمعة طيب يبقى اذا هل الاحداث وده السؤال التاني بقى هل الاحداث الصارة نحتفي بيها ولا لا ايوة يا جماعة لو مش مصدق اقرأ يا اخي قول الله تبارك وتعالى لألف لاميم غلبت الروم فقدنا الارضهم من بعد غلبهم سيغلمونا في بضع السنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون طب نفرح ليه يعني هل معقول ان ربنا سبحانه وتعالى يؤمرنا بان احنا نفرح او يبشرنا ان احنا حنفرح ان احنا ايه حنفرح علشان الروم انتصرت وما امرناش ان احنا نفرح علشان الناب تولد والله والله الشيء لا يصدقه عقل ام قال النبي عليه الصلاة والسلام كان لما دخل المدينة ولقى اليهود فرحانين وبيحتفلوا بيوم عشراء بتحتفلوا ليه علشان مناسبة سعيدة ايه المناسبة السعيدة دي ان ربنا انجى اليوم الذي انجى الله فيه نبيه موسى من الغارة تستاهل ان احنا نفرح ولا ما تستهلش ان احنا نفرح قال لهم دي بدعة وكان يعلم ولا موسى كان يعلم ولا لا يعلم موسى عمل كده وموسى احتفل ولا موسى ما احتفلش الكلام الغريب الهطل اللي بيعملوه على السوشيال ميز هطل والله حالة هطل ايه اللي بيقولوا ده النبي ما عملش كده ابدا صلى الله عليه وسلم انه قال نحن اولى بموسى منه هو كده امان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم فبذلك فليفرحه هو خير مما يجمع قل بفضل الله وبرحمته بايه يا فندم بفضل الله وبايه وبرحمته فبذلك فليفرحه يبقى ربنا امر بالفرحة عندما وجدت الرحمة ولا امر باللطن ركز معاي ربنا امر بايه فبذلك فليفرحه يعني يفرحه بايه اقرتيه اتاني اول قل بفضل الله ادي واحد وبرحمته فبذلك فليه فليفرحه يبقى يجب الفرح بالرحمة ولا لأ حيلو لو قلتلي ايوه يبقى انت فهم القرآنه هو الكلام واضحه بالطريقة بتاعتكو حعملك بالطريقة بتاعتك لو قلتلي لا يبقى انت بتشكك في القرآن شفت بقى الاطار لما نشتغلوا مع بعض يقنم القيه واضحة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح يبقى لازم نفرح بالرحمة حلو قوي النبي بقى هو الرحمة يبقى لازم نفرح به